اشتركوا في القناة هو اول قائد اول مؤسس لاول اطار نظامي لجيش التحرير الوطني الجزائري اذا استطاع لنا ان نقول ابو جيش التحرير الوطني ابو الثورة الجزائرية ابو نوفمبر هو محمد بن وزداد بدون منازع هذه الحقيقة التاريخية وهذه اللي يجب ان نعلمها لابنائنا ان نعطي لكل ذي حق حقه محمد بن وزداد هو اول ولذلك لما اسس لوس اسسها على شكل هارمي عسكري اطماجور قيادة اركان قيادة اركان فولان مسؤول على كذا فولان مسؤول على الاستعلامات فولان مسؤول على السليح ولما نقرأ القانون الاساسي تحرير المنظمة شوفوا التشدد اللي موجود او تفوقه تفوق التنظيم العسكري في الشروط ذاتية للشخص والشروط المعنوية والشروط القاسية بالنسبة لانسان عنده انت ما عنده عائلة ولا عنده كذا ويرتبط بها والسرية المطلقة اللي موجودة فيها يعني نقدر نقوله بانه المنظمة الخاصة في قانونها الخاص كانت بمثابة زبدة لكل ما سبق من حركة سرية من حركة حقائدية هو محمد بالوجداد كان الشخص المؤهل لان يكون رئيس المنظمة الخاصة وما يشيري كونه عنده تزكية تعبار رمضان ولا دكتا لا عنده تزكية تعال الشباب اللي حضروا معاه في المؤتمر